السلام عليكم وليدي تناميدي السنة الرابعة متوسط إن شاء الله بفضل الله تعالى وجوده ومنه وكرمه جبت لكم بعض الوضعيات الإدماجية المقترحة لحد العام إن شاء الله سواء في البيان بلو أو في البيان إن شاء الله بسم العرب بركة إلينا الله مصالح وسلم وزير وباركة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هنا عدنا الوضعية الأولى قادرين يقولكم describe yourself personality, interest and your dream job يعني أنا أغادي نوصف أنا I describe myself أغادي نوصف نفسي personality, interest and my dream job يعني الشخصية التعي وسواء الحين نبغيهم والحلم الباضي فيه هناك لكي أرسلتك أن تقرأ a paragraph about your profile you have to describe your personality and talk about your interest and your dream job كما يقولكم هنا أغادي ننصف كروفادي ن consumال بيش تغذروا على أنفسكم تغذروا على البرفايل وشخصية تعكم إل شخصية تعكم وسواء حرية بوههم والجوم جاب انا ندروا hi my name is I'm 14 years old I am from Nigeria I live in now I'm writing to tell you about me I'm cheerful and full of life I'm helpful and honest أنا متعاون شخص متعاون و honest يعني صادق but sometimes sometimes I'm messy and nervous خطرات نكون فرضوي ومنرفي I have always wanted to become become a psychologist دائما أنا كنت زعما بايا نولي كما نقولو حنا طبيب نفسي بايا نقضل بايا نقضل بايا نقضل بايا نقضل بايا نسمح لنس أكل ما بيوسعي and I will treat who are suffering from drug addiction وباش نعاون هدوك اللي يعانوا من الإدمان إدمان مقدرات بايا نقضل نحن لوضعية تانية يقول لك وضعية حول التعريف بنفسي أستاذي المفضل ومهنتي المستقبلية فهي صنفا تقول تهدر على تعرف نفسك وتعذر على أستاذك المفضل والمهنة المستقبلية Hi my name is تكتب اسمك I'm an Algerian boy I live in تكتب المدينة I'm تكتب اللاش years old I'm a pupil تكتب المدرسة التاعك I'm sociable friendly هنا شمحة ملامح الشخصية التاعك كل واحد يكتب ملامح الشخصية التاعك يعني تكتب ملامح الشخصية التاعك هنا I'm sociable friendly and hard working يعني أنا اجتماعي ودود friendly يعني ندير أصدقاء and hard working يعني مشتعد but sometimes I'm cautious and careful cautious and careful يعني حادر my favorite teacher at primary school ندرك هتهدر على الأستاذ تعك المفضل was تكتب مستر جباري أنا كتبت اسم ها كنت تكتب اسم أستاذ تعك تعال primary school تعال ابتدائي the teacher of Arabic أستاذ العربية he helped me and encouraged me to never give up هو اللي شجعني وقال جاملة استسلم and to be self-confident بشي نكون عندي لكسمو ثقة النفس when I grew up kickbert I want to be famous writer because I'm so interested in literature أني بزاف انترسي بزاف مهتم بالأدب and foreign languages وال والكسمو واللغات الأجنبية ننحل وضعي الإدماجية الثقة المخترحة how to be a good citizen كيفش تكون مواطن صالح a good citizen is someone who knows his rights and duties المواطن صالح هو الذي يعرف حقوقه وواجباته if you want to be a good citizen إذا أردت أن تكون مواطن صالح first أولا you have to be respectful يجب أن تكون محترم honest صادق kind إنسان مليح with all people مع كل الناس second ثانيا you have to be responsible إلا يكون مسؤول and helpful person وإنسان متعاون third ثالثا you should volunteer in charitable works يجب أن تتطوع في العمل التطوعي finally أخيرا if we want to build the country there should be solidarity for living in good relationship joy and peace إذا بغينا نبنو بلد يجب أن نكون متعاونين باش نعيشوا في علاقة جيدة وسعادة وسلام أوكي هذه الوضعية تعني نظن رهيك من أمر الشحة باش تكون في البيع عدنا وضعية أخرى مرشحة write a paragraph about your childhood memories يعني ذكرات الطفولة and your primary school and your favorite subject favorite school cartoon المادة التي تبغيها والكارتون التي كنت تحبه and where did you used to go وأين كنت متعودة تروح هنا نقول there are times and memories in our life that we never forget كان بزاف كي من نقول أوقات من نساوهم في حياتنا جامل ننساوهم among these times my childhood memories من بين هذه الأوقات ذكريات الطفولة when I was five كنت في عمري خمس سنين I used to go to primary school كنت متعود نروح للمدرسة الإبتدائية it was amazing and full of life وكنت بزاف شبا يعني full of life يعني مليئة بالحياة my favorite subject was Arabic المادة التي كانت المفضلة هي العربية أد Mathematics والرياضيات because I loved expression and arithmetic يعني كان هو يحب الحساب I used to watch هنا يدير سالي ولا game ball ولا يدير مهم أي ميكي كنت بغير cartoon and Tom and Jerry ونبغي Tommy Jerry I used to go to the farm I used to go to the farmer's market كما نقول احنا هي السوق الفلاح with my father every week every weekend كل عطلة نهاية الأسبوع to buy some food باش نشروا بعد من الأكل I never forget those days جاملا نساهد كل أيام because they are the best days in my life لكأنهم كانت أحلى أيام في حياتي قادرين يقول لك شارك بغيت ولي المهنتاك my career dream يعني شارك بغيت ولي في المستقبل قادرين يقول لهم I want to be a psychologist هذه صغيرة قادرة تقول أريد بغيت ولي I'm psychologue most people have their future plans dreams things which they want to realize Sunday كلك معظم الناس عندهم المستقبل تحم خطط أحلام أشياء اللي را هم بغين يحققهم في يوم من الأيام I have always wanted to become a psychologist أني باي دائما كنت أحلم باش نكون طبيب نفساني be able to listen to people كي أقدر أستمع للناس solve their problems نحلهم مشاكل تحهم I will treat who are suffering from drug drug addiction عالين ولي نعالج هادوك لي يعانو من إبما المخدرات I'm going to try to try my best to become a helpful person أحلام باش نكون إنسان متعاون It is the biggest dream in my life هو أكبر حل في حياتي والوضعية الأخيرة اللي راني حاسة قادريني ديروها لكم بس ك itemery itemery trip يعني ما صار الرحلة هذه الثانية راي مرجحة في البيع يقول لك هنا I had amazing trip فوت رحلة ممتعة first أولا I moved with my family from مغنية to أوران تحركت يعني من مع فاميلتي من مغنية إلى وهران by car باللوطو ثم we stopped in Tlemsan and we visited Lillesti and Sidi Boumediene وحبسنا في Tlemsan وزرنا Lillesti و Sidi Boumediene Next we moved to Oran city and we visited Ahmed Zabana museum Santa Cruz Castle Santa Cruz Castle ثم رحنا تحرك إلى وهران و زرنا أحمد Zabana متحف أحمد Zabana قصر Santa Cruz We took a lot of photos خدينا بزاف الفوتو أخذنا الصور and we had traditional كارنتيكا كرينا كارنتيكا then we asked for amazing figures there like رحنا حوصنا على كسم الشخصيات المعروفة تما متل شاب حسني شاب خالد سيد الهواري هذه هي في وهرا after stop after stop over of two days بعد اللي حبسنا قعدنا زوج زوج أيام يعني stop over يعني ريحنا يومين in Oran في وهرن وي went to Mastaghanem and visited Sablet beach و بعد رحنا ل Sablet beach رحنا ل Sablet beach beach يعني كيف نقول حني الشاطع Sablet Sablet beach finally finally أخيرا we returned back after having an unforgettable journey بعد ثم رجعنا بعد اللي اللي فوتنا رحلة لا تنسى هاد تاني ما صار رحلة قادر يترشح يترشح في الكسمو في الكاعد ولا في البيان مهم ولدي نتمنى لكم تفهم معايا أو دي لهم سكري شاط سيتقروا معايا تفهم معايا ثم رجعو معايا كي يحط لكم كاش حاجة مهم هدو هم المرشح حين والاكتر عندي ترشيح تعل ماي جريم جاب قادر يدلكم هادي ايتنوري تريب والقودسة هادولي بزاف رهن فراصي تاني تعل مفضل عندكم هادو ربعة بلك بزاف يرشح لكم هادو ربعة والله اعلم شاء الله يا ربي وفقكم يا ربي ان شاء الله لاجعل امتحانات بردا وسلاما على قلوبكم وقلوا بنا ربي يحفظكم ما تخافوش ربي يشرح لكم صدركم ان شاء الله ويسهل عليكم اموركم متنسون الشام اشتراك في القناة لي ما شفوش تارك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته